صحابي كانت بتشيلها الملائكة ويطير في أجواء المعركة أمام قريش كله بس له قال كلمة واحدة وبعد هذه المعركة بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء حتى أن الصحابة لأول مرة يسمعون بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذه المعركة حلم النبي صلى الله عليه وسلم حلم عجيب جدا معركة شارسة جدا لدرجة أن الصحابة شاع بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل واللي بعدها تشتت المسلمين إلى درجة أن النساء تلثموا ودخلوا يحاربون في المعركة كانوا المسلمين يصارحون بصوت عالي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثوهكم كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم طيبين وبخير وبصحة وعافية في هذه المعركة بطولات كثيرة للصحابة في دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بدايتها كان نصر محتم للمسلمين لكن نهايتها كانت ملحمة فيهم من دون ما أطول عليكم جاهز لك شي تاكله وبسم الله نبدأ بعد غزوة بدر صار للمسلمين صيد بين القبائل كلها وكيف إن 300 رجل فقط يغلب ألف من قبيلة ثانية ومو من أي قبيلة من قريش وكانت مشهورة بقوتهم فدخل في الإسلام بعض المجموعات من بعض القبائل لكنهم أسلموا بس الإيمان لم يدخل إلى قلوبهم بعده كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر يحكي الصحابة عن فضل الشهادة في سبيل الله وكيف إن قتل بدر لم يكونوا قتلى بل أحياء عند ربهم يرزقون في جنات تسع الأرض والسماوات فتمنوا الصحابة لو أنهم كانوا بدلهم عشان ينالون هذا الفضل طبعا في معركة بدر قتل الكثير من المشركين سبعين رجل من قريش قتلوا في معركة بدر وكان بينهم أربع وعشرين رجل من بني مخزوم فكانوا بني مخزوم بعد غزوة بدر يغلون من جوه يحترقون من اللي حصل في غزوة بدر وكان خالد بن الوليد مخزومي من بني مخزوم طبعا هذا قبل إسلامه كان برضو حتى هو يحترق من الداخل على اللي صار في قريش في غزوة بدر يعني الصدق غبنة 300 شخص يقتل ألف من قريش الأمر يغبنهم كثير كان خالد بن الوليد له أخ اسمه الوليد بن الوليد وسر عند المسلمين بعد غزوة بدر كان من الأسرة بس خالد بن الوليد قال لبني مخزوم لا تبكون احبسوا غضبكم هذا عشان نفجره في معركة جاية ما نبغى أي أحد يبكي نبغى هذا الغضب كله والحقد اللي في داخلنا يطلع في المسلمين فعليا ما بكوا ولا شقوا الثياب ولا لطموا لأنها كانت من عاداتهم إذا حد مات فعليا اتفقوا بني مخزوم ووافقهم الكثير من بني عبد الشمس وبني نوفل وكان من بني نوفل شخص اسمه جبير ابن المطعم كان جبير ابن المطعم هذا عنده مملوك عنده عبد يسمى وحشي وكان من قتلى بني نوفل طعيمة ابن عدي قتلى حمزة رضي الله عنه وكان طعيمة هذا اللي قتل عم جبير ابن المطعم يعني المطعم وطعيمة أخوانه وجبير كان ولد المطعم فكان حمزة رضي الله عنه في قائمة المطلبين لجبير بن المطعم يبغي ينتقم لعمه فراح الجبير عند وحشي وقال له يا وحشي في المعركة الجاية هذه إذا قتلت لي حمزة سأعتق رقبتك فتحمس وحشي يعني بيصير حر وكان ماهر في رمي الرمح قليل ما تخطئ رميته المهم الوليد بن الوليد اللي كان أسير عند المسلمين وكانت الفدية حقتها أربعة آلاف دينار فدفع خالد بن الوليد الفدية مع أنها كانت مرتفعة شويته دفع خالد بن الوليد الفدية لأخوه عشان يخرج في الصباح وفي الليل أسلم الوليد بن الوليد ورجع للمسلمين ما زعل خالد بن الوليد وكتم غضبه كامل وكان كويس مع أخوه ما سوى لا شيء ولا زعل فتجمعوا القريش وعزموا على الانتقام والانتقام هذا مو أي انتقام انتقام لسادة ماتوا في غزوة بتر وكان منهم كبيرهم أبو جحف جمعوا ثلاثة أعلاف رجل مددجين بالأسلحة متجهزين يغزون المدينة نفسها يعني كانت نيتهم يغزون المدينة معهم تقريبا سبعمية درع وميتين فارس وثلاثمية بعير تجهزوا وتجمعوا واطلعوا بالطبول يسمعونها من المدينة من قوة حماسهم وعشان يشدون المقاتلين جابوا النساء فطلعوا النساء مع الجيش جيش ما عليه كلام مرة متجهز من الفرسان والدروع والعدد الكبير طبعا تقسموا على ثلاثة أقسام الفين في الوسط وسبعمية مع خالد بن الوليد في الميسرة وسبعمية مع كرمها ابن أبي جهل في الميمنة يعني صاروا على ثلاثة أقسام الحين وصل النبي خبر جيشهم وأنهم خرجوا لغزو المدينة يعني بيغزون المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فاقترع عليهم النبي قال لهم حنا بنجي للسنة وبندافع على المدينة بما أنهم جو يغزون المدينة لازم ندافع على المدينة بس الصحابة أشاروا عليه أنهم يخرجون خارج المدينة ويقاتلون خارج المدينة ونوصي من في المدينة أنهم يتجهزون للقتال يتجهزون للدفاع عن المدينة يعني يأخذون حذرهم عشان لو صار شيء ولا شيء يكون اللي في المدينة جاهزين للقتال أخذ بشوره من النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيش من ألف رجل بس ما كان معهم إلا فارسين فقط وخمسين من الرماء خرجوا المسلمين للقتال وهم في الطريق حل الليل عليهم فباتوا عند مكان مرتفع باتوا في الطريق يعني وأول ما صحيوا في الصباح لقوا ثلاثمية رجل من المسلمين انسحبوا انسحبوا من الجيش وكان على رأسهم رأس المنافقين عبدالله ابن أبي أخذ ثلاثمية معه وانفصل من الجيش رجع للمدينة انسحبوا كانت حجتهم أن القتال خارج المدينة ضعف وأن يعني محنا معاكم في خطتكم وهم كذبين في قلوبهم خوف وعرفوا بأن الجيش ثلاثة آلاف رجل فصار الحين عدد المسلمين سبعمية رجل فقط سبعمية من المسلمين وثلاثة آلاف من المشركين بعد ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأعدادهم وأنهم ثلاثة آلاف رجل تجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يشاورهم في خطة المعركة واتفقوا على أنهم يتجهون لجبل أحد جبل أحد له زاوية كانت ضيقة شوية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش يدخل في هذه الزاوية في هذه المنطقة الضيقة ويرتصون صفوف بحيث أن يكون اللي على اليمين كتفه في الجبل واللي على اليسار كتفه برضو في الجبل بحيث ما يكون في أي فجوة فيدخلون المشركين في هذا المضيق فيصير ما لأعدادهم أي ميزان ما يمديهم يحوطون حول المسلمين ويقاتلونه فيصير عددهم الكبير ما لها أي فائدة وكأنهم يساقون للموت واحد واحد زي الطابور يعني بس كان في شي يخرب عليهم شوية كان في فجوة من وراء خطيرة جدا بإمكان المشركين يدخلون منها ويهاجمون المسلمين من الخلف فكان أمر الفجوة هذه خطير جدا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خمسين من الرماه يطلعون فوق الجبل وعلى رأسهم عبد الله بن جبير ويجلسون فوق الجبل ولا يتحركون أبدا أبدا ما يتحركون كل ما جاء المشركين يلفون من وراء الجبل يرمونهم بالسهام والمسلمين برضو جابوا معهم نساء فكانوا على الميمن على منطقة مرتفعة عشان يسقون المسلمين الماء ويشجعونهم في نفس الوقت ويدعونهم بالنصر الحين المسلمين جاهزين للقتال صف كلهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأشر بسيفه وقال من يأخذ هذا بحقه سكتوا الصحابة فقام أبو دجانة قال أنا يا رسول الله أنا أخذه بحقه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم حقه حقه أن تقاتل به حتى ينكسر في سبيل الله فأخذ أبو دجانة السيف وفك عصابة الموت وربطها على رأسه كانت عصابة حمراء تسمى بعصابة الموت كان إذا ربطها أبو دجانة يا ينتصر يا يقتل يا النصر يا الموت فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وطلع وصدره منتفخ يمشي مشيه متبخترة مليئة بالتكبر أمام المشركين ويرفع سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه المشيه يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع منظر المشركين جدا كانوا مرعب عدد كبير جدا لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ماهز فيهم شعره يعرفون أن الله سبحانه وتعالى معهم والجنة في ظلال سيوف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرماه إنهم يتحركون حتى لو تقطع المسلمين قطع صغيرة وجات الطيور خلاص تاكل من لحومهم لا ينزل الرماه من على الجبل بس فجأة نادى من جيوش المشركين للمبارزة كان الرجل اسمه طلحة ابن أبي طلحة فخرج علي رضي الله عنه قال أنا لها أنا سأبارسك فتقابل طلحة مع علي رضي الله عنه وقال له أنا سأقتلك فرد علي علي رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة فتقاتلوا هذا يضرب وهذا يضرب حتى ضرب علي رضي الله عنه ضربة قاتلة فسقط طلحة على الأرض فصرخ يا ابن عمي أنشيدك الله والرحم فترك علي رضي الله عنه في موقف جدا غريب استغربوا منها الصحابة ليش تركتها يوم وصل سأل حمزة أفلا أجهزت عليه قال علي رضي الله عنه ابن عمي ناشدني الرحم عندما كشفت عورته من قوة علي رضي الله عنه ضربة فكشفت عورته من قوة الضربة كانت ضربة قاتلها ما نجى منها طلحة وخرج رجل ثاني من قريش يريد المبارزة فخرج له الزبير بن العوام فقضى عليه في ضربة هنا المشركين بدأوا يفورون يعني هما أصلا يطبخون من أول هما ما بكوا على موتاهم في بدر فكانوا يطبخون من جوة والمبارزتين هذه وصلتهم للحد فبدأت النساء تصيح من الغيط والغضب وطبول الحرب تزيد ضرب ونساءهم يصيحون فيهم مشجعونهم بس الغريب أن خالد بن الوليد كان هادي شويتين كان يخطط عقل خالد بن الوليد موهب سهل رضي الله عنه هذا قبل الإسلام عيونه على المنفذ اللي خلف المسلمين طبول الحرب بدأت تزيد والتشجيع لكنه كان هادي جدا فمشى هو وكتيبته يبغون يشوفون إش اللي وراء الجبل لكن الرماه صدوهم رموهم بالسهام فتراجع خالد بن الوليد بس أنه حسنا فيه منفذ من وراء عقل خالد بن الوليد كان حربي بحت وكان يعرف لو تسلط على جبل الرماه أو أنهم زلوا ونزلوا من على الجبل بإمكانه يطوف من وراهم ويقتل المسلمين وبتكون خطة جدا رهيبة بالنسبة له هجم جيش المشركين وصياحهم وصراخهم وغضبهم فكان الرجل يركض ويشقك ثيابه وكان من بينهم وحشي يشوف يبغي يدور حمزة وهو يركض دخلوا الجيشين في بعض وبدأ الضرب والقتال يشتد بينهم هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يقتل ووحشي يحاول يدور وين حمزة يبغي يشوف حمزة لكن المسلمين كانوا يقاتلون بشدة وشغف كلهم يبغون الشهادة فكانوا يقاتلون ويتقدمون حتى على المشركين مع كثر عدادهم فبدت صفوف المشركين تتراجع وكان على رأسهم أبو سفيان الكتيبة اللي في النص بدت تتراجع والمسلمين بدوا يتقدمون بكل وحشية فكان حمزة رضي الله عنه وعلي يدخلون في صفوف المشركين وكأن الصفوف صفوفه ما كأن الواحد قاعد يحارب من قوة شجاعتهم بدت صفوف المشركين تنهز جدا وبدت علامات النصر للمسلمين تزيد كل ما لها تزيد المشركين بدوا يتركون أشياؤهم خالد بن الوليد ما دخل في القتال كان زي المفاهي يطالع في الجبل ومركز في الجبل هو وكتيبته كان يناظر إلى جبل الرماح يدور بس زلة واحدة يراقب ويخطط حتى إنه ما قاتل يعرف لو أنه دخل من هداك المنفذ بيصير صعب جدا على المسلمين إنهم يقاتلون من أمامهم وخلفهم الرماح بدوا يشوفون النصر قاعد يشوفون الرماح والسيوف الأرض فقالوا خلونا ننزل ناخذ الغنائم انتصرنا ورب الكعبة انتصرنا إيش له نجلس هنا انسحب المشركين وزاد تكبير المسلمين الله أكبر الله أكبر فجاف عقله من المنتصر فنزل أربعين من الرماح أربعين شخص لكن عبد الله بن جبير قال يا قوم لا تنزلون النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح لنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لو تشوفونا نتقطع كيف لو انتصرنا اجلسوا إلين يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا ننزل بس الأربعين هذولة قالوا والله انتصرنا انتش فيك خلونا نروح ناخذ الغنائم موجودة أمام عيوننا نزل الرماح ما سمحوا كلام عبد الله بن جبير ولا النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا خالد بن وليد وقف قال هذا وقت الحين أنا بأنتصر فأخذ خالد بن وليد معه 300 شخص وما بقي فوق جبل الرماح إلا عشرة عبد الله بن جبير ومعه تسعة أشخاص وشاف خالد بن وليد من هناك ب300 رجل مقبل على جبل الرماح وكان يصيح خالد بن وليد اعلوا هبل اعلوا هبل وهبل هذا صنم عندهم فسمعه عكرمها ابن أبي جهل فاتجه مع خالد بن وليد عرف ان عند خالد بن وليد خطة معينة الرماح اللي فوق الجبل استشهدوا كلهم برمح واحد من خالد بن الوليد الحين خالد بن وليد فوق جبل الرماح وعكرمها ابن أبي جهل التف من خلف الجبل حمزة رضي الله عنه سمع خالد بن وليد يوم قال أعلوه بل وعرف أن خالد بن وليد لقي المنفد فاتجه حمزة رضي الله عنه وكان معه ثلاثة فقط وهنا شافه وحشي شاف حمزة فانطلق وحشي يتتبع حمزة تفاجأ المسلمين بجيش كبير من خلفه وما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثين رجل وقيل عشرين حتى فالتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم زي الدائرة لأنه صار الهجوم من كل مكان وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رجالنا المقربين حول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين طلح ابن عبيد الله وواحد ثاني معه اشتد الأمر على المسلمين فصاروا الأنصار يصرخون في ذاك أرواحنا يا رسول الله فكانوا الأنصار يفتدون بأرواحهم للنبي فكان إذا أمطرت السماء بالسهام ينطلق الأنصار في يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم فتضرب في جميع أنحاء جسمها السهام حتى ما يصير فيه مكان واحد في جسمها إلا ويكون فيه غرزة سهام فيموت الأنصار في حضن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا الأنصار مثل القنافل ظهورهم كلها سهام ما تلقى مكان أصبع واحد إذا أمطرت السماء سهام يركض الأنصار في يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب بالسهام إليه يطيح فقتل من الأنصار الكثير كانوا يفتدون بأرواحهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى إنها امتلى ما حول النبي صلى الله عليه وسلم من أجساد الأنصار كانت رؤوسهم عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقاتل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا ما أنصفنا أصحابنا يقصد به الأنصار قتل من الأنصار الكثير في هذه المعركة علي بن أبي طالب وحمزه رجعوا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان علي بن أبي طالب يصرخ في المشركين وكان صيحته تخلع به كانت تخلع قلوب المشركين فكان يصيح أنا أبو القسم يعني أنا اللي غربتي تقسم من واحد رصفين كان يقاتل ويقول أنا أبو القسم فما بقي حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مصعب ابن عمير كان ماسك الراية وطلح ابن عبيد الله رضي الله عنه فكان طلح يفتدي بجسده للنبي صلى الله عليه وسلم فكان ينط بجسده يلتقي في السهم من السماء ويرجع يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل يشوف سهم من فوق جاي يركض ويلقط السهم بجسمه بس هو بنص القتال شاف رمح من بعيد فقال يا رسول الله اخفض رأسك يا رسول الله فخفض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بس من خوف طلحة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فدخل الرمح في يده ومن وقتها انشلت يده فمن قوة الألم قال حس من قوة الألم شفت يم تقول اه إذا أصابك شيء هو قال حس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا طلحة قل بسم الله يا طلحة لو قلت بسم الله يا طلحة لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك الله أكبر حتى تلج بك جو السماء يعني يطير في الهواء أمام المشركين وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله الموقف يكفيك كلمته يم قال حس هذا دليل على قوة الألم اللي حس فيه وهذا كلها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن طلحة واصل القتال والنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي يقاتل الخمسة والستة مع بعضهم من قوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرفع الرمح فيرتفع معه الرجال فكانت الأجساد الميتة على الرماح إذا جاء شل النبي صلى الله عليه وسلم الرمح يشل معه للأجساد من قوة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة القتال تكسرت سيوف المشركين فصاروا يأخذون الحجارة ويرمونها على النبي صلى الله عليه وسلم فصارت السماء تمطر بالحجارة فواحد من الحجارة أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت حلقتين من خوذة النبي في خده صلى الله عليه وسلم فسال الدم في وجه النبي فكان المشركين يربون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم وجهها مليان دم فشافت وحدة من النساء وجه النبي صلى الله عليه وسلم زي كده فما قدرت تتحمل فأخذت اللثمة وأخذت سيف وانطلقت تقاتل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء دخلت في القتال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل ومصعب بن عمير رضي الله عنه كان مقاتل محترف كان يقدر يمسك الراية ويقاتل في نفس الوقت فكان مع مصعب رضي الله عنه كان معها الراية ومصعب رضي الله عنه كان يقاتل شاف شخص اسمه عبدالله بن قماء كان مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبغى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبدالله بن قماء هذا عن ألف رجل كان شديد كان قوي جدا ومحارب محترف فركض مصعب ابن عمير أمام ابن قمأة زي اللي يقول له ما بتعدي إلي انتوا بارزني لن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وما بتعدي من هنا إلا على رقبتي فاشتد الغضافي ابن قمأة وشل سيفه وبارز مصعب ابن عمير بس كان شديد جدا ابن قمأة ومصعب ابن عمير ما يقدر يحط الراية ويقاتل فكانت معه الراية ويقاتل في نفس الوقت وعبد الله ابن قمأة كان مبسح كان من أشد القوم ولو رمى الراية هذا يدل على أن المسلمين انهزموا وهذا اللي ما يبقى فضرب ابن قمأة مصعب ابن عمير في يده فقطعها فصار بس ماسك الراية فقطع يدها الثانية فطاحت الراية فرجع مسكها بكتوفها اللي باقية يعني يديهم قطعها فماسك الراية هنا لكنها ابن قمأة واربه فقاسها ما نصفين فما وقيل انها طعنة مصعب ابن عمير سقط على الأرض وطاحت الراية أم عمارة رضي الله عنها شافت انها مصعب ابن عمير قتل فانطلقت ووقفت في وجهها وكانت متلثمة فكان ابن قمأة ما يدري هي رجل أو أنثى ما كان يعرف كان في ظنته انها رجل فبارزها فكانت تبارز وتقاتل تقاتل ابن قمأة أشد القوم فضربت بسيفها في درعه ضربها بس انها كانت خفيفة بسبب انها أنثى فاستمرت في المبارزة حتى سقط لثامها فانكشف وجهها فعرف ابن قمأة انها أنثى فقال لها إليك عني لا أقاتل النساء بس ما خلتها أم عمارة فكانت تحط جسدها أمامها وتقاتلها وتصيح على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خذ حذرك يا رسول الله خايفة على النبي بس ابن قمأة ضرب أم عمارة في يدها فطار سيفها فصارت تدفع أم عمارة بجسدها يعني ترمي جسدها عليه وتجلس تسعبها من ملابسها فالتف ابن قمأة فضربها في يدها ضربة شديدة حتى انها من قوة الجرح بان عظم يدها فطاحت على الأرض فولدها شافها وهي طايحة على الأرض فانطلق فانطلق يصيح يا أمه ركض الأمة يبغي يتطمن على أمه فكانت تقول له يا عبد الله اجلس مع رسول الله الحق الرسول صلى الله عليه وسلم احمي رسول الله أنا بخير دام الرسول صلى الله عليه وسلم بخير بس ابن قمأة بارز النبي صلى الله عليه وسلم فكسر رباعيته فسقط النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ ابن قمأة قتلت محمد قتلت محمد المسلمين الحين لا راية واقفة وهذا الشيء لخبط صفوف المسلمين بيوم سمعوا المسلمين بأن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم انسحب 300 رجل من المسلمين ورجعوا المدينة قالوا بما أن قتل النبي خلونا ندافع عن المدينة فتوجهوا إلى المدينة وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة شاف وحشي حمزة وهو يقاتل كان يقاتل بشراسة يقول وحشي أن من شدة قتال حمزة أني كنت أخشاه وأنا بعيد كان حمزة رضي الله عنه يقاتل فرمى وحشي رمحة فدخل في ظهر حمزة رضي الله عنه وطلع من بطنه وخرج مع الرمح أحشاءه بس أنه التفت حمزة إلى وحشي فتجمد وحشي من نظراته يقول ما وجدت أحد من نظراته في ذيك اللحظة فانشلت أطرافه وكان حمزة رضي الله عنه يتوجه إلى وحشي يمشي وكانت نظراته حادة فمشائلين قرب من وحشي وسقط على الأرض فاتفقوا الصحابة على إنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم انطلق طلحة ابن عبيد الله للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي مليان وجهه فشل طلحة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فشلوه وطلعوه فوق الجبل فمن المواقف يطلع الجبل أن طلحة على كثر جراحة نزل على ركبتين زي الطفل اللي يحبي عشان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ظهره عشان يصعد فوق صخرة طبعا طلحة رضي الله عنه من المبشرين بالجنة الحين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فوق الجبل فجاع ابو سفيانه مع جيش كان قصده يقاتل لكن يوم شاف صلابة وجيه المسلمين والصحابة تردت وبدأ يقول اعلوا هبل اعلوا هبل فكان يصرخ بهذه الكلمة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال لهم ألا تردون عليه فقالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل فقالوا الصحابة الله أعلى وأجل فرد عليهم لنا العزة ولا عزة لكم والعزة كان صنم فقال لهم النبي ردوا فقالوا يا رسول الله ما نقول فقال لهم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فاشتد الغيض في أبو سفيان وقال يوم بيوم بدر يعني هزمتونا مرة وهزمناكم مرة فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ردوا قالوا يا رسول الله ما نقول فقال لهم قولوا لا سواء قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة فقاموا الصحابة وقالوا لا سواء قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدقلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكيكم عن فضل الشهادة في سبيل الله فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقيبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلة ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منه ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منه وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين فبعد ما نزلت الآيات هذه النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال لهم توكلوا على الله هل تفتوا الصحابة؟ قالوا يا رسول الله ماذا تعني يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سنقاتل قريش اليوم فقالوا الصحابة يا رسول الله سمعا وطاعا لكن ما لنا حين فقال لهم توكلوا على الله وبدأ يتلوا عليهم الآيات اللي نزلت عليه فتحمسوا وصبروا وبدأوا يشيلون حتى الجرحة اللي ما يقدرون يمشون يعني حتى الجرحة اللي ما يقدرون يمشون توجهوا للمعركة طبعا المشركين بعد المعركة خيموا في مخيمهم فكانوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة متجهين إلى مكان مخيم المشركين في يوم قربوا من المخيم عرفوا قريش بأن محمد وأصحابه قاتمين يبغون يقاتلون فأرسلوا رسول وصوا الرسول هذا بأنه يخوفهم أنهم ما يجون يعني يقول لهم بأن أقوياء وكذا فذهب الرسول هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إن قريش لبست جلود النمور وليس لك عليهم قوة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فقالها بصوت عالي إن قريش لبست جلود النمور وليس لكم عليهم قوة فبدأ المسلمين يرددون بصوت واحد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ويتقدمون فرجع الرسول هذا إلى قريش وقال لهم والله ما رأيت إلا قوم معنوياتهم مرتفعة يرددون حسبنا الله ونعم الوكيل وما رأيت في عيونهم إلا الموت فقال أبو سفيان لا طاقة لنا في محمد وأصحابه مع أن نقدر حلكنين فانسحى بالمشركين فأنزل الله سبحانه وتعالى الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكانت غزوة أحد اختبار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم الفرق بين المؤمنين والمنافقين فراجعوا المسلمين إلى المدينة وهم راجعين مر النبي صلى الله عليه وسلم على جسد حمزة رضي الله عنه وكان مشوه ففي المعركة الكفار شوهوه وضربوه من حقدهم على حمزة لأنه كان شرس في القتال فرأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال فبكى محمد صلى الله عليه وسلم حتى أن الصحابة سمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم صوت في البكاء وكانوا أول مرة يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم صوت وهو يبكي كان عادة يدمع فعبر النبي صلى الله عليه وسلم حلمه بأن الدرع الحصينة هي المدينة أما السيف ينكسر في يده فهو مقتل أحد من آل بيته واللي هو كان حمزة وذبح سبعين من البقر مقتل سبعين من المسلمين في هذه المعركة وكانت هذه نتيجة المعركة فالسشهد سبعين من المسلمين في هذه المعركة إذا ما نزل هذا المقطع في يوم الجمعة فأنا أعتذر منكم حاولت واجتهدت لأني أنا التيم الوحيد لي أنا اللي أصور وأمنتج وأسوي كل شيء عادة إذا ما نزلت المعركة في يوم الجمعة رح تنزل يوم السبت أو الأحد بس عليكم بالصبر معي ألين هنا وصلنا لنهاية المقطع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته